السلام بسم الله و السلام عليك يا رسول الله أصباح الخير أحساب الوقت اللي راح نشوفه في هذا الفيديو وشرام طب وزيتين إن شاء الله تكونوا بخير هذه الصهرة سعى العشاء يوم أصفر كما نقوله كما نقوله حنا يا درت كل ما في الأصفر و هنا ثانية دورتها أصفر حبيت نبدأ لكم الحاجة اللولة بيركولي شريت باتر شوفوا تحفا 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 فيه القارنتي دوز مواء و زيت حاجة بزيادة أنه فرنسي يعني طب دي طب شوفوا ما نهو إشهار ما هو ما نعرف ما يعرفني ما شريته بصورتي يعني حبيت ننصحكم به برك بس أنا كان عندي واحد فرنسي و فسدولوا هذو كل اللي برات ساوعه ومبعدها مشوه طولت بزياد باوليت حاجة مريحة شوفوا فيه كل ما فيه زوج تعليق على الجنوب ميكسر وباتر وفيه قلت لكم زوج لي عجنو وفيه واحد شو لها فوي هكذا بصح خفيفة هذيك يعني صح خفيفة بصح الأخرين غراف سوليد شوفوا كما هذو تعليق على الجنوب غراف سوليد يعني ببيان سيكوريزي شوفوا حتى كين نركبوا وما نركبوش مليح يعاود يطيشوا لي كون ما نركبوش مليح يعني يعني تعمي طيرش به يحكموا يعني غراف غراف مليح وزيد بزيادة تربو تعو يعني عالي بزيف وكتشوفوا اللول كيفاه والثاني كيفاه الحاجة اللي عجبتني فيه ثاني أنه إيناكس يعني سهل حتى للتنظيف طيقة مسحة وانتي بنظفته عادي جدا وشاني ثاني الحواج يعني اللي بيان في اللي فيه الخيط الثاني يعجبني طويل يعني تقدري التحرك به فاسي المو كنت لكم باللي والأشوفوا كي يشعل المرة اللوله هاو الفيتاس اللول والفيتاس الثاني كي هذا كي يدير واحد الضوء أزرق هكذا ومن بعدها كيت حبي تخرجيهم تضيع لي هبرك وتخرجيهم شوفوا جراف جراف مليح وزيد سيكوريزي أون فلوس هنا هندي رمعكم لترونش باتيسري بالسيطر شوفوا وش عندي عندي الثملاعق حليب والثملاعق زيت وملعقة تأخل خمس بيضات كاس مشي مع مرتع سكر ورشة الملح وملعقة قنشة وكاس ونص هذا الكاس اللي نعطتو لكم كاس ونص تحفرينة نفس البياض عن السافر كما راكم تشوفوا هكذا يعني لازم يكون البياض واحده حتى اذا طحت لكم شوية هزوها عادي كما اضغطيح لي انا ونهزها نورمال يعني مصرا ويلو ندير رشة الملح مع البياض البيض والسافر نزيد له هذيك لحليب والزيت والخل ونحرقهم بيان هكذا بلافوية عادي براك ما تحتاج انها بالباترولة نجيل هنا انطلع هذيك البياض شوفوا معي يعني انا ما حبيتش المرة لولا نزرب الفيديو بصح يعني هوبين حتى وكي زربته اماجينيو سينك سيجوند ديجا طلع الميرانج تعي عادي جدا هاني ديجا بديت نزيد في السكر شوفتوش تلمون التربو تعو يعني مليح تم ثم طلع لي الميرانج التاعي كنت نضيف الميرانج من الباتر اللي كان عندي كان شوية بدايك شول بكي بداوي في السدلو تواعد مليح بالصح هذا قرب مليح قلت لكم فوالا اني اندبت للحيط من هي عاديك عندي الطاسة اللي نطلع به بالصحة ساعة ساعة يخي نتفنين بعدما نطلع الميرانج شوفوا كيفية تعرف الميرانج تاعكم بالياو صالح كيفية تقلبوه وميها بطش بعدما نضيف له هذيك الصفار والحليب والزيت والخل كيفية تقلبوه محسن برك هذا ما كان هذي الفائدات على الخل وننخلط بشوية من الفوق الالتحت بلا ما نكسر هذيك البيض الحاجة اللولة اللي نضيفها ينضيف الملعقة تعنشا لازم لازم نغربن لانه نهوي ذيك الفيرينا ولا ذيك به الجنوان ساعي خفيفة اي ما فيهات الخميرة اي ما فيهات الخميرة غير البيض برك نضيف بالفيرينا بشوية برك اي ما فيهات الخميرة بصح النص بسح النص ثم نحرق بشوية برك لازم تتلعفوها بس كوبامي يحبط الكومش اللي تعبته فيه وطلعتوه بشوية برك بما يتكسر الكومش وبدأ يضيفه في الفارينة وحركم ليح لأن الفارينة راي تتدرق لداخل يعني حركم ليح بما تقعد لكم اشتك التولات من داخل افوالا هاي بشوية بشوية بارك حتى نتخلطوا الكمية كامل وتشوفوا هانيا انها هاتلكم بلي مزال تحتاج فارينة كشغل قعدت شوية سائلة تشوفوا القوام اللي نحبس فيه يعني معاها غرب شوية بارك ولكم يعني نسرع الفيديو بارك بها ما يجيش طويل هذا مكان افوالا نقعد معي غرب شوية بشوية حتى ندخل هذه الفارينة كامل معي نجيب بابي كويسون ونهبط هذه الخليط شوفوا هاني هبطوا في البلاتو تاعي ومن بعدها انولي نطرحو كشغل سويسرا العادي ولا رولي ولا لأنه من بعدها كشغل هذي الخدمة اللولا ومن بعدها انولي نديرو ديترانش افوالا تقدروح تديروها افوالا تقدروح تديروها افوالا تقدروح تديروها افوالا مش راح اجيكم عالية بزاف يعني غار لادرتو مول صغير تاع 20 سنتيين مولا ومن بعدها انطيبو كينشاعل عليهم من تحت برك نحسبلو مدة سبع دقائق ينشف ويقعد لي ابيض من الفوق نوالي نصعدو شوية يعني يتحمر لي شوية برك ومن بعدها نقسمو قد 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 فوالا كيما راكم تشوفو هاني يكسمتو قد قد شوفو شخفي فرني نهزون العبيه النورمال بالنسبة للسيرو من حاجة الاولى انثقة بالجنواز التاعي السيرو ندير كاس تاع السكر مع زواج كيسين تعمى يكونوا صغير بس كما يحتاجون تشربوها بزاف نحن كعائلة نشتيو الجنواز المشربة بسحلي ما يشتياش مشربة بزاف ما يكثر شهذا ما كان نشرب الطبقة الاولى اشوفوا من الاحسن انكم تقلبوها كما قلبتها انايا لانه الطبقة التحتانية تمتص احسن من الطبقة الفوقانية يعني الطبقة اللي طابت عليها ماشي الفوقانية اللي حمرنها هذيك الطبقة تمتص احسن واحسن شوفوا اللي هنراني نختم في واحد الخدمة ما يجفو خوفيسيونيل مرة نورمال من ديبس بعندي ليس باتيو سبيسيال بول ليساج هيدا بس صح نيقوت لكم كي نعود راحالية الحيل ونعود نزرب بورها هذيك نولين دزبرك و امم طوي قلت والله غرابة من مجيوم مش حاجة يعني غراف بيزار ولا خدمة بخوفيسيونيل بزاف ولو يهيبوها قلت نختم نورمال كي شغل راني نختم في مسكوتا ولا ما حبيتش نخلحكم بالماتريال بزاف افوال ندير الطبقة اللولة تعال كريم شونتي كريم شونتي حبيس نطلحها خفيفة مطلحتها شغيلة يعني درت كيس غير ربع شونتي مع نصف كيس تعمى بها مجينيش اذكيل على كريم شونتي بزاف وندير طبقة ملفوق اللعنة درت هذي سوبر كريم شونتي في السيترون لي ميحبش لحماضة رهي ميش حامضة بزاف فهمتو يعني ديروها عادي جدا وكاين اللي يقو فيها بزاف كاين تشينا كيوي الاخر بستاش كاين بزاف كاين بزاف ونبعدها الناحي الحواف بهتبان للخدمة تاعي يعني مليحة نشوفوا اللعنة دكي الناحي الحواف يبان ولي طلوش تاويت بان لها يبتحوا انا اللي هنقدر تغار زوج طبقات برك كي تحبو واللي وديرو هذو كو زوج طبقات يعني كي شغل تقلبوها موربع بصحيحين يجيوكم اطراف يجيوكم صغيرين انا حبيتهم يجيوني هكذا طوال كي ما راكم تشوفوا هني بعد ما قصيتها ونبعدها ندير هذا التزين من الفوق عندي لها بوشة دوي هذي جاية بالطول هكذا وندير التزين البسيط هذا فوالا بلا كريم شونتي ونبعدها نزينها بحبيت الفرولة يعني مكاش اسهل منها سهلة مهلة في خمس دقايق توجد خار من وتروحوا وديرو لاشين عندني باتيسخي صح باتيسخي تعبرها مليح من صح ميه ساعة ساعة الواحدي ينقص شوية برك يعليه هذا ما كان وزيد شوفوا خدمة اليد والله ما هي يعني وتبيته وميشي كي متاع تعبرها مالكري ذوكا وعدكم ليش صوفيستيكي ونضافة وكل شوي خدموا بلاي قويتو ميه هكذاك تقعد خدمة ليد لا يولا عليها يعني انا كي نحب كي نخدم خدمة ويوكلوا خدمة ولنوكل خدمة من تحت يدي جيني احلى واحلى من اني نشريها ما نكذب شعلكم ما القريب يعني كي شغل كي واحد يحط لي حاجة وجدت جيني واو بس صح اكذاك وساعة ساعة نحب ندير حاجة اكذاك من تحت يدي انا كي شغل كي نيالي زيها وننجح فيها جيني كشغل درت انجاز وصح هذا كوال كشغل انجاز صح بما اني قدرتها انا خير من ما نقعد نستخف على يد الحراير اولا كي ما راكم تشوفوا يعني بعد ما خلصتهم داكن زينا مرة نديكوريهم في نص حبيت فارولة يعني نكسر هذيك الجون بالروج يعني الجون والروج يدي ويهبلوا اولا كسمتهم على نص ما حبيتش ندير الفارولة كاملة حبيت يدي واحدة التنسق هذيك تعال الالوان بين الابيض والجون والروج اولا عنا عاني نديكوري فيهم عكذا برك استخدام17 كمستشف الشخص مستشف السابق الآ disabilities ثم تحليه تحليه ليمون نصف لترات حليب و 3 ملاعق و 3 ملاعق عصير ليمون طبيعي نحب نسحق وعندي فاني نحرق كل بارد في بارد قبل أن نضع على النار نحرق مليح بين حيات التكتلات من الشاي و السكر ثم نضعه فوق النار نضعه فوق النار كي نضع طرف زبدة مع التحريك المستمر نضع طرف زبدة ثم نضع طرف زبدة ثم نضعه في أكواب التقديم ديركتهم و انا نضعه فوق النار قليلا نضعه في أسفل كؤوس التقديم كيف أحب نضعه فوق النار ما أحبه لديه و أحبه يعني ما أحبه لست خساره بثيف تدرك هذه الطبقة الاولى أصبحت للحامضة لنضعه لديه عصير ليمون هذي اخبار عصير ليمون بعدها نصف كاس عصير ليمون وربع كاس عمى وزوج ملاعق كبيرة تعنشاء وزوج ملاعق كبيرة تعنشاء وزوج ملاعق كبيرة تعصكر ونحرك ثاني كيف كيف حتى نتعقد يعني نحرك هكذا بارد في بارد ونزيد عطر الليمون يعني منها يعطيني اللون الأصفر الباهي هذاك ومنها يعطيني النكهة نكهة تعليمون طبيعي بصح يزيد الريحة ويزيد يمد في المذاق ونحرك بارد في بارد ونضيها فوق النار ونضيها حتى نتعقد هذه ملغرية تعقد تقعد خفيفة تقعد شذكيلة معني مام الطبقة تحت الأسه السفلية شوفوها كيف نضير فيها أي جاء سائلة نوعا ما تجي تهبل تهبل يخد لكم منشكر ش حاجة غالي عاد تستهل صح فالا هاي وهي سخونة حطيتها لأنه بما أنه طبقة اللولاء تكون بردة ومن بعدها نجي نزين بلا كريم شونتي وثاني أنصى نصف حبة فرولة ولا فرولة ولا ما هذا الكمية طيح لكم ست أكوب فما فوقه يعني بما أنه الأكوب تاوعكم كي يعدوا صغار كي ما هكذا اللي عندي طيح لكم ستة ولا فوق أفوالا نجي نزينها بعد ما بردت يعني مليح لأنه كريمة السليترون لازم تكون تبرد مليح به تجي مليح في لوغو ندير دي روزاس هكذا بالكريم شونتي برك ونجي نزينها بالفرولة كريم شونتي سهل أسهل حاجة هي للا كريم شونتي ما برد برك ولا حليب برد وباتور مليح خمسة دقائق ويا طالعت لك تتحصل إلى أحسلة وأرواح كريم شونتي وأكيد المركات على كريم شونتي يعني تدير فارق يعني أنا نشري طول بالبيدون ما نشري شتاع الميزان نشري واحد البيدون هكذا وكاين نضيف ونطح في بيدون مش مليح يعني كاين نوعية من نوعية كاين واحد البيدون هكذا فيه واحد ليتخيه هكذا بلوه هكذا هو المليح و بعد نأتي لكم ندير كوري بنصف حبه فارولة والتحليات عنا واجده نأتي لنا للحلقومة حلقومة طبيعية مية بالمية عندي كيس تح سكر وعندي أربع كيس غربع ما وعندي نصف كيس تحصير الليمون هذا العصير الليمون ندير فيه الجيلاتين ونخليه حتين تدخل وتولي جامدة عندي 30 غرام جيلاتين نحركهم مليح ونخليهم شوية أقضى حتين تولي اي وحدها تولي تجمد ونبعدها وش ندير هذا الماء والسكر بعد ما طيبته كيسيروا نضيف له هذه الجيلاتين ونضيف له وقت نضيفه 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 بعد 6 دقائق يعني كي يغلي هذه السيرو 6 دقائق نضيف له هذه الجيلاتين ونحرك مليح حتين يذوب هذا الجيلاتين مرة 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 وبعدها نزيد شوية عطر ليمون وكذلك به نزيد نزيد اللون ونضيف شوية برك تاع سبغة شوية برك لعني بها يجي اللون بهي هذا ما كان ونكون دي جاء الليمون تهنتهم بالزيت ونبعدها نبدأ نحط في الخليط التاعي لحساب الليمون اللي راكم حبينه ومن ثم انا قدرت في هذا الليمون عندي فاسع ورد وعندي لقيتاغ وعندي الورد وليقلوب شوفوا انتم وش راكم حابين ديروا انا حبيتهم يكونوا صغيرين منيش حبتهم كبار بزيف يعني ويجيوا يهبلوا احسن من الحلقه ما تعب برا لان يبيعوا هنا وكل سكر انا عجبني هذا خار من تعباره تعباره حتى تجي توقلي الطرف ان يوجع قلبك هذي انتي توقلي وقلبك يقولك زيدي لانه طبيعيا مياه بالميان الجيلاتين نباتية وما فيهاش سكر بزيف قدتكم اللي غسات الاصلية فيها زوج كيسان سكر انا ما حبيتش ندير زوج كيسان انا ما حبيتش ندير زوج كيسان كيس واحد بار كتاع السكر وطيح لكم كمية الله يبارك يعني لا باء سباح غار لا درتوا الليمون الكبار هذيك ما نضم للكمش بزيف فوالا قدت لكم لازم لازم ندهن ليمون تاعي بالزيت بهم بعدها كينجي نطيرهم يطيروا فاسي المو ونديرهم في السكر هذا ما كان وديروا احلاء حلقوما تكونوا مديرينها في دياركم وان شاء الله تنجحوا فيها يعني لانه حاجة بسيطة ماره ما تحتاج لوقت ولا جهد وان بعدها تخليوها حتين تنشوفوا ماره مش شرط تكون في الفريجيدير ولا خليوها بارك يعني غالي حبيتو كنتو مزروبين بها ديروها في الفريجيدير خليوها وقت واحد ساعتين هكذا كولها وان بعدها خرجوها وديروها في السكر يعني اقبوها في السكر بارك كذا ما كيبات بنكي الحلقوما صح لانه الحلقوما ديما تكون هكذا في السكر هكذا تجيكم لقوتا القارس وديكم ميش حلوة بزيف وتعجبكم بزيف بزيف انا على بالي بلي تعجبكم يعني اذا جربتوها فالا هاي بعد ما خلصها شوفوا الهنا بعد ما نجي نحيها نجي نحط السكر تاعي قدامي هكذا سكر عادي نحطه قدامي ونجي نحيهم ونديرهم ديركتمو في السكر تاعنا هذك شوفوا جي جي شكل باهي وزيد بنينة والجيلاتينا ذاك ولي خليها تحكم روحها هكذا ها هاي كيف هاتجي انا درت هاذ الاشكال بزيف اوه شغلا عن شي boost وشغل اي طريق ما شغل كانت سهرة تب تب بتولoit ماそهرها سافراء ان شاء الله يكونوا يعجبوكم هذه اللي غوسات اللي، راي اني نحط فيه كما سنخيلون الغساء البسيطة والسهلة وليس لا تحكم الوقت بزيف وليس لا تحكم الجهد بزيف لانه على بنابلي رمضان الله يبارك فيها الخدمة بزيف فيها التعب وانه منذ وقتنا اكل في الكوزينة لانه ليس هذي الحاجة اللي ستنفعنا شوفوا الله ما ينتفل سفع ليكم بل صح رمضان عنده واحد الحرمة الله يبارك بغاش يقول لي ولي في صلاته وفي القرآن نقرأ فيها نقرأ في وردنا يعني نقول لي ونمشي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه ومبعدها اللعناها يفوالة طب لا بعد ما خلصت هذي كوريتها قلت لكم درت كل شفجي كانت درت هيني ثاني واحد تلقاتوا هكذا يعيدوا وحلوة لمشقة ما حبيتش نحط لكم لاغوسات قلت لي عوش ما تحتوش هاش واصلا الفيديو جلب طويل بزيف يعني ودرت هذا ثاني الجو تاع اليقطين ثاني روعة خفيف بزيف وبنين بسكوبي القارس و جينا يجي يهبل ما يجيش في الجو تاع اليقطين اصلا شوفوا ان ايا بعد ما قصيت معاكم هذي اللي طرهمش يجي ويهبلو يجي وخفيف ومشربين بزيف بزيف ملح ومن بعدها وليت اعرصت لي مونجي ذوك ذوك تشوفوني تشوفوهم في الفوتو حطي طلهم هما يوكلوا انا رمضان وغالبني السناء اخطروش علي وكم ابقالي غا نقولكم بقاوا على خير ونطلاولي في روحكم بزيف بزيف وشن هي قولولي اسكن بتنحط لكم القاتو منذكة ولا مزيل شوية هذا ميكين برك وبقاوا على خير سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة